جواد ذكرت بأن هناك العديد من المباني التي انهارت من جراء الزلزال لم يتم الوصول إليها إذن هل من تصور حول أعداد المفقودين حتى الساعة ولو بشكل تقريبي؟ الأعداد التي من الممكن أن تسجلها حصيلة الوفيات أرجح قد تصل بعد ليلة اليوم قد تصل إلى 1500 لأنني ما عينته رفقة الزملاء قبل قليل هنا وسائل الإعلام كانت متواجدة عينت جتة موجودة في أحد المقاهي التي دمرت بالكامل بسبب الزلزال الذي ضرب أمس الجمعة مقاهي سقطت على مرتادها الجتة ما زالت ظاهرة بعضها عينته بنفسي صور جد محزنة الناس هنا بمنطقة أمزميز حزنة لهذه المشاعب ولفقدان ذويهم ولفقدان أصدقائهم أؤكد أن هناك عدد من الضحايا وعدد من الجتة ما زالوا تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم لحدود اللحظة وقد عينتهم قبل قليل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر